السلام عليكم أخوت متمنى تكونوا كلكم بخير ولا خير ومرتاحين اليوم غدي نعود لكم وحد القضية من أغرب وأخطر القضايا اللي ممكن تسمعوها هاد القضية كلها تشويق وكلها أحداث خطيرة اللي في الحقيقة غدي تستمكم واللي ميزها بزاف وخليها تكون ستيتنائية وهو النهاية ديالها الغريبة والعجيبة الأخوت بغيتكم تمشيوا لشي بلاسة ترونكيل وكالم وعيشوا معايا مزيان الأحداث تل هاد القصة وما تنسوش تخليوا لايك قبل ما تبدأوا الأحداث ديال هاد القضية والقصة ديالها غدي تبدأ في أواخر تسعينات وبالطبط في مدينة الموصل في العراق غدي تبدأ مع واحد السيد اسميتو عز الدين عز الدين واحد الراجل متزوج وعندو واحد طفل عندو ثلاث سنوات عز الدين واحد نهار قال المرتو اوجد دراسك غدي مشو نديرو ببيكنيك في واحد الغابة بعيدة على الموصلة بستة كيلومتر قال لي هنمشوا نقلسوا شوية في الطبيعة وندوموا عن اللحام والمسائل ونديرو شي شوية مماك قال لي همرتو اياه والله إلا نيت حال هذي مخرجنا قال لي هاوجد دراسك ووجدي معك الولد أنا غدي مشي نتقده ونرجع نهزكم ونمشي قال لي همرتو صافي واخر احنا غدي نتسنوك هيا ديك خرج عز الدين خرج من الدار تم غادي باش يتقدى لحام وذك المسائل وما غيدوز غير من حدا واحد المحل ديل الصرافة هذك المحل كيصرف العملات غدي تمديز من حدا حتى غدي بليه واحد الصديق ديل واقف فيه ما شافوش مدة طويلة ما شافوش عشر سنوات اهلان اهلان بسي اناس كدير لبس عليك بخير ومدة طويلة هذي ما تشوفنا اناس تهو عنق عز الدين قال لي ها فين غبرتي ومدة هذي ما تشوفنا وخاصكم تعرفوا باللي اناس وعز الدين كانوا واحد الصحاب اللي ما كتفارقوش الروح بالروح لكن لكن الوقت هي اللي فارقاتهم كل واحد تغتص في المشاكل دياله في الحياة دياله الشخصية المهم تسالموا وفرحوا ببعضياتهم المهم اناس قال العز الدين لواء مدرح ما بدريه ما كنتم اشوفهم أشوفهم عز الدين قال لي هاولت địى قاد去 تازدارة كبيرة سعابة احنا كان قمت بتالع różnych محطات التمويل الصديق هذه التي تصل بها السلح عن الناس مره layer dedicated with the себе وايما انو ملمقاتلين وانت أست الم beaten by me هاولت ديران او أيضا اشوف هلنا استخدارك مش elebe نبيعواش هذه السيارات كنبيعوا نشري الطموبيلات والحمد لله القاد يارا خدائها جيدا يالله هني تلقيتني جيت لدي المحل صرفت العملة العراقية للدولار هنا عزدين شفصاك لهذا أناس بليه عمر بالفلوس عمر بالدولار وبالطبط كانت فيه مئة وخمسين ألف دولار المهم عزدين من اللي بليه الساك عمر بالفلوس عيني خرجوا لكن في نفس الوقت ما بغش يبين ليه المهم قوداوين كي ضحكو كي تناقشو هادي هادي وحد شوية عزدين قل الأناس او ديران يلقيشيني غادي اليوم أنا والزوجة ديالي والطفل ديالي غادي نديروا واحد شوية في الغابة غادي نمشيون نقلسوا شوية انتمتعوا بالجو والطبيعة يالله تمشي معنا السي آناس قللي آناس لا غير سير غير الصحة والراحة بلما نبرزتكم قللي عزدين اش مان غتبرزتنا هذا نهار كبير هذا لمشي شي معانا يالله ودي معانا بقاك يشوف في آناس وصاحبه وش حال هذه ما شافوا قللي واخا سيدي مرحبا قللي عزدين نشوف ركف السيارة ديالك وتبعني نمشيو الغابة احنا نقاددوا البلاصة ونقاددوا المسائل وانتبقات مماكنة غادي نرجع نمشي لعند الزوجة ديالي والطفل ديالي نهزهم وعاد نجيو نقلسوا كاملين قللي صافي واخا مرحبا يا هادي كتم غادي عزدين وصاحبه وراه تابعه بالطموبيل غادي وقاف عزدين عند واحد المحل غادي تقدر الحام وغادي تقدر المسائل وقع ذلك اللي غادي يخصم وغادي يتحركوا غادي يوصلوا للغابة وغادي يدخلوا لواحد البلاصة لداخل واحد البلاصة خاوية واصلا هذيك الوقايت اللي يمشو فيها كانوا الناس مازال مجا وكانت الغابة خاوية غادي هبط عزدين غادي يفررش واحد السربيه في الارض وغادي يقول الصديق ديالو اناس انت غير قلص غير رتاح انا غادي هبط ذلك شي كامل ريح اناس خدراحتو وهنا عزدين بدك يهوت في ذلك المسائل غادي يجبدي واحد السكين وغادي يجيكي تسلت منورة اناس وغادي يطعنو ثلاثة طعنات في الطعنات الثالثة غادي يوحل السكين في العضام الداخل اناس غادي يطع في الارض وهو كيلفض في الانفاس ديالو الاخيرة هنا غادي نوضع عزدين وغادي يمشي نيشان للسيارة دي الاناس غادي هز ذيك الحقيبة اللي فيها ذاك المبلغ دياله مئة وخمسين الف دولار وغادي حييد المفاتيح ذي السيارة يعني ما غاديش يخلي اعتار ديال الجريمة ولا شي داليل وشي حاجة غينقى ذيك البلاسة وغادي يهرب اناس كانت مازال فيها الروح لكن الحالة ديالو كانت خطيرة وشبه مستحيل انه يعيش هنا غادي تم ديز واحد الراجل اللي كيسكون غير في ذيك المنطقة كيسكون فوحد دوار قريب من هذيك غادي يكون ديز من تمك حتى غادي بلليه راجل طيح في الارض نخشي فيه موس وكيدوز منه الدم السيد اللي كان ديز من تم اللي اسمته صالح تصدم مفهامواله مشا نيشان كيجري عند اناس باش يعتقوه غادي وصل عنده غادي يشد الموس وغادي يحيدو غادي يحيدو بقوه غادي يهز اناس في كتافو وغادي تم غادي كيجري به للشاريع اصلا كان الشاريع بعيد على البلاسة في نمات بشي ميتين متر المهم تم هز وغادي كيجري به حتى قدر يحطوه في الشاريع هنا بدك يشير لدوك السيارات اللي ديزين من تم لكن طبع الحال اللي ديزين من تم غادي يوقفو لي كيبال يوم واحد هز موس وحالته عامر بالدم وحده واحد الجده يعني كي تخلعوا كي يصحبوا هذا شي موجرين ما كيوقفوش بقاعد طموبيل اللي ولا تانية تالتة تحد ما بغا يوقف لي هنا غادي تمو ديزين واحد الشباب اللي كانوا كتار في الطموبيل من اللي غادي يشوفوا ذاك المنظر غادي يوقفو غادي ينزلوا عند السيد اللي اسمي جو صالح هيقولوا لي علش قتلتي؟ علش قتلتي السيد؟ وش شاريع باش هزو شي سيارة ندود غياذ المستشفى المسيك قلي بالاش بلاشي كتفلع علينا ولي كتكتب علينا شو حالة كعامر بالدم وهز الموس و السيد مليوح نتا موجرين محشو مش عليك محشو مش عليك تقتل روح بغير حق صالح قال لي ما وديش كتقولوا وديرا السيد راي نليعتقتوا راي راي نليجبتوا من الداخل حطيتوا هناشاد لهضر كتقولوا دوا علي الله وحشو ما وش دير ليك وقتلتي وما دار لك والو احنا دابة غدين عيطل الشرطة غادي جيوه السوق هنا صالح من اللي شاف القضية ولا تبحالك عرف راسو تخلى في واحد مشكل كبير شنو دار غادي لوحداك الموسلي فيديه وغادي هرب غادي دخل وسط الغابة هنا الشرطة غادي تحضر ومن اللي جاو لقاوا باللي آناس فارق الحياة وتوفى اما بالنسبة لصالح فراها شدوها بكل سهولة من اللي يلقوا عليه القبض ودوزوه للتحقيق بدوك يسولوا فيك يقولوا لصالح علش قتلتي السيد شنو بينك وبينو واش نتالي شفرتي لي المية وخمسين الف دولار وش هدوز السبب علش قتلتيه صالح قل لي وما وديش من الفلوس كدو عليها نرى واحد الراجل اللي فاقير راني الساكن غير في الدوار اللي تم أنا رفاقير وما عنديش وما خصنيش السيد اللي قلت مليوح في الغابة قلت أجينا عاتقو واجي ندير فيه خير صدقتو شاد ديني وكتحق معينا والدي نرى بعيد على هذا الشيقاع طبيعة الحال الشرطة قاما تهيقو حيث قاعد دلائل عليه قلوا لي الشرطة ده بغير قولينا فين مخبي الفلوس وابدك يحلف اليوم أو تاني وانا را ما عندي لا فلوس لأولو وبالفعل الشرطة من اللي غادي تمشي لذيك البراكة ولا هذيك البلاسة اللي كسكم فيها صالح لقوا باللي ما مخبيت تاشي فلوس وما كينش الآتار ديال تاشي فلوس أما بالنسبة للناس اللي ساكنين في هذه الدوار وفي هذه المنطقة من اللي عارفوا باللي صالح شدوه البوليس ما تهيقوش عارفوه باللي ذاك الراجل ميدير هاش ميدير شي حاجب حلاكة عارفين واحد الراجل اللي عمرها دار ودرويش ممكنش يشفر الفلوس ويقتل شي واحد هنا غادي تجمعوا بيناتهم حيث عارفين باللي صالح ما عندوش الفلوس غادي تجمعوا بيناتهم وغادي يجمعوا شوية الفلوس وغادي وكلوا له محامي اللي غادي دافع عليه ويبين الحقيقة وبالفعل ذلك ما كان في المحاكمة هذا المحامي سيجعل مفجهه لكي يحاول به البراءة هذا صالح سيقول لهم المحامي في المحاكمة بالذي أكبر دليل على أن صالح بارئ وما ديرواله هو أن هذوك الشباب اللي طلقوا معاه لقوه بالذي هزموس في يديه وحط لجتة في الأرض يعني ما عنده تشيصاك ديل الفلوس يعني كنت هذيك الحقيبة ديل الفلوس كل ره كانت عنده زائد واحد حاجة آخرى واش عمركم شفتوا شي موجريم غادي قتل شي واحد وغادي بغي عتقوق راه ميمكنش هذي مكتتخش للعقل غير قولوا ليشكونوا هذي المجريم اللي غادي بغي يفتح راسه إذن صالح راه بارئ وما ديرتشي حاجة المحكمة بطبيعة الحال غادي تسمع الأقوال دي للمحامي لكن في الأخير غادي تصدر الحكم والحكم غادي صدمكم في الحقيقة غادي تحكم على صالح بالإعدام وبالفعل غادي تنفذ في الإعدام وغادي توفى غادي موت صالح مظلوم ما دار لي بيديه ولا برشليه دابا خلينا نرجع لعند عز الدين فين شدها شنو دار بدك فلوس وكيفاش قاديته وخاصكم تعرفوا واحد حاجة لخوت هو أن القصة يالله قلنا بسم الله ماذا المبدأت يالله غادي نقول بسم الله في الأحداث الخطيرة عز الدين من اللي اخذ الحقيبة ومشالدارو قال المرتو راني تعطلت عليك حتي ناس عاي طولية بغوي شريو هذيك الأرض اللي حاط لبيع قلت ليه وشنو درتي معهم شنو كين قال لي راني بعتليهم الأرض قلت لي بشحل بشحل بعتليها ليهم قال ليها بعتليهم بمية وخمسين الف دولار شنو مية وخمسين الف دولار هلن المرتت صدمات شافت هذك شافت هذيك الحقيبة اللي هاز الدين ما فهمت والو قلت لي هيك هذيك الأرض ما كتسوى إلا طارت غادي تسوى غير تلتالاف واربعالاف دولار كيفاش جابتليك مية وخمسين الف دولار قال لي هوا الدرجات عندي واحد الشركة من بره وذيك الشركة كيدروا البني وشاركة معروفة عالمية وشاركة من عندي الأرض بغوا بنو في شي حاجة المهم بقاك يراوغ فيها يراوغ فيها حتى تهيقات غادي تدوز واحد اليومين ولا تلتيين بحلاكك هنمرت عز الدين بداش كتسمع واحد الخبار كتدورت مماك سمعت باللي شي واحد قتل هذك السيد اللي كيبيع ويشرف طموبيلات ليسميته آناس مشا قتله وشفر ليه مية وخمسين الف دولار لكن هذك السيد اللي شفر مية وخمسين الف دولار وقتله راهم شدوه وعدموه لكن وخاها كاك اللي خرب أقل المرأة واللي خلاها يدخل هالشك هو المبلغ اللي تشفر مية وخمسين الف دولار وبالعملة ديل الدولار وراجلة هذك النهار جابحتها هو مية وخمسين الف دولار كيفاش هات الصدفة في الحقيقة دخل هالشك بزاف لكن قالت راهم القول موجريم وقتله هنبدو كيطورو عندها بزاف تساؤلات غدي تمشي عند راجلة عز الدين وغدي تعود ليه شنوكين غدي تقول ليه ما سمعت باديك الحاديثة اللي وقعت قال ليش من حاديثة قلتي الغابة اللي كينا في الخرجة دي اللي مدينة راه هالقاوحة السيد تمك مقتول ومشفورة ليها مية وخمسين الف دولار وهذاك السيد اللي قتله وقره ومشدوه وعدموه قال ليها مزيانة ليه وخاف الحقيقة عز الدين وجه الله صفر ورتابك لكن وخها هكاك ما بغش يبيني الله قال ليها مزيانة ليه وحشو ماتش اللي داره ومشقت النفس بغير حقه واتش كامل غعل قبل الفلوس او دي هذا مزيان من اللي عدموه لا حوله ولا قوتي إلا بالله العظيم هذا رئيس تال هنا مرتو من اللي سمعتوك يدوي هكاك ما بقى عنده تشي شك ما بقاش عنده شي شك أنه راجل ها هيكون داخل في هاد القادية يعني صافي رتاحت المهم غدي دوزو الأيام والشهر وهنا السي عز الدين غدي بدي يستطمر هادوك الفلوس غدي حل بزفد المحلات في العراق غدي برع راسه غدي بدي بزفد الحويج اللي كانوا عنده قدام منهم الصيارة دياله غدي شري وحدة جديدة وغدي بيع هادوك القديمة دياله هنا في الحقيقة عز الدين تصار شوية ومشا تزوج بمرأة آخرة جديدة المرة التانية غدي تزوج بيها بالأخبار اللولا حتى غدي تم جاي مدخلها للطار عادي وكأن شيئا لم يكن من اللي شافتها مرة اللولا قلت لي شكون هي هادي قل لي راني تزوج بيها ديال مرة التانية مرة هما فهمت ويلو مسكينة قلت لي كيفاش وشكدو بالساعد بقعت كتبكي وحزنات ومعنده مدير بقعت كتبكي حتعيات ولكن في الاخير قلت لي شوف ما تسكنش معايا في نفس الدار لا بغيتيها سير سكنها في شي بلاسة آخر يكنت عندك الفلوس سير شريليها دار آخرة تسكن فيها بوحدها قلت ليها عز الدين شوفي رامكي الله دار الأول وبجوجكم ستسكنوا في هذا الدار قلت ليها ودينا ما نقدرش نعيش مع مرة آخرة في نفس الدار و هرها ما يمكن شاتش سير كريليها أو كريليها المهم ما نكونوش أنوياها في دار وحده قلت ليها عز الدين ما كين شادلها ما كين شاتش نهائيا ستسكنوا بجوجكم في دار وحده ولا ما عايش بك الحال سيري بحالك هنا الزوجة ديال وقلت ليها صافي غير طلقني ومنصبرش على هاتشي صافي غير طلقني قال ليها صافي سيري بحالك أنت مطلقة قاع قال ليها صافي أنت مطلقة لكن بشرط الولد غادي بقى عندي هنا المرأة مكان عندها مدير من غير أنها جمعات حويجها ومشات عن دار والديها عز الدين غادي بقى مع الزوجة دياله جديدة وولده لكن من بعد أيام قليلة غادي تنادم مع الحال غادي تنادم مع الحال من بعد ما طلق مرته اللولة قال لا هاتشي مخدام شحشومة أجي نعيط للمرأة ونطلب منها السماحة وبالفعل ذلك ما الذي يدار سوف يحسل تليفون وسوف يعيط ليها السلام السلام شوفي أنا أنا طالب منك السماحة وأنت هي مرأة العزيزة وأنت هي مرأة أصلاً وأنت اللي وقفت معي في الحلوة والمرة بغيتك تسمحي لي ياوادي ومهم قداوي في الحقيقة هنا مرته حنات شوية قلت لي صافي وخمشي مشكيل وعجباتها هذيك الهضراء اللي قال ليها قال ليها شوفي إن شاء الله بغيت نتلقى أنا وياك ونشربه قهوة وإن شاء الله سنتفاهمه على كل شيء وما يكون غير خاطر كما سننوضه حتى تكون بخير وفرحانة وكل شيء هو هذيك قلت لي صافي وخمشي إن شاء الله قال لي غير هو حاجة بغيت نوصيك عليها قلت لي مرحبا أقول لي ماذا كان قلت ليها من اللي تكون يجايل عندي ما تقول لي هل تشي واحد ما تقول لي هل تشي واحد بغيت هل تشي بقى بيناتنا بغيت نخليها ليهم بغيت نخليها لداركم مفاجأة من اللي غادي نرجع مع بعدياتنا قلت لي مرتو صافي واخا مرحبا أكون هاني ما يكون غير خاطرك وبالفعل غد ليها طلقه بجوج ومشوقل صف قهوة هنا عز الدين طلب من مرتو السماحة وقل ليها شوفي بغيتك تسمحي لي وانا وديراني ندمت حتى تزوجت بالمرة التانية واصلا هذه المرة التانية صافر غادي نطلقها وانتي هي مرتو وانتي هي الكل في الكل المهم تفاهموا وتصالحوا مع بعدياتهم وحتى هي اسمحات لي وتصالحت معاها هنا عز الدين قال ليها يلا هنديروا دوائرانوياك نبدو الجو شوية ونساو علينا هذه المشاكيل شوية قلت لي هيا الله واخا مرحبا اركبت معا في الطموبيل وتم غادي وهنا غادي غادي يمشي الخارج المدينة بوحد المسافة مهم غادي تضيها بره المدينة غادي وقف السيارة دياله في بلاصة خاوية وغادي يقول المرتو ونزلي بريت ندوي معاك من اللي غادي تنزل غادي يفاجأها وحتطعنها بالسكين غادي يطعنها بالسكين فالعنق ديالها خلاها تضيح في البلاصة ميتة غادي يشدها غادي يقردها وغادي ديرها في أكياس بلاستيكية غادي يشد هدوك الأكياس غادي يجمعهم وغادي يطير بها الغابة غادي يدفنها تم وغادي يرجع بحالة تشي حاجة موقعات غادي قولوا لي ولكن علاش علاش قتلها شنو دارت ليه انا غادي يشترح ليكم علاش لو قيت اللي طلقها ومشات هي لدارهم عزتين بقاك يفكر بللي هذا واحد الغالط كبير اللي دار قال مع راسو طبع انا طلقتها والتا واحد ما عارف السر هذيك مئة وخمسين الف دولار تا واحد ما عارفني بل انا اللي شفرتها من غيرها هي ببحدها اللي شاكة فيها راه تقدر تمشي للشرطة تقولها لهم باش تنتاقم مني حي تطلقتها هنا عزتين بداتك تبرزطو هاد الفكرة نهار على نهار قال اشي غادي ندير اجين نسالي معاها ونتهنى منها في خطرة وهذا هو السبب علاش قليها ما تقول يلتشي واحد باللي راك جاي ملاقي معايا باش هاكا تحد ما يكون عرف باللي هو اللي يقتلها وخاهية في الحقيقة مسكينا نسات هاد الموضوع اصلا وما كانت غا تقول الشرطة غير تزربوا وقتلها المهم من بعد ما داز نهار اللول نهار الثاني نهار الثالث عائلتها تخلعوا عليا بدوا يقلبوا عليا بدوا يقلبوا هنا وهنا والو مكيناش عايطوا للشرطة قالوا عليهم الشرطة حتى هي بدات كتقلب كتقلب والو خبر لي هالآتار هنا الشرطة غادي عايطوا على عز الدين غاديقولوليها بغيناك جيل عدنا من اللي غاديمشي عندهم مع عز الدين غاديسولوه غاديقولوليها راه مرتك اللي اللي كنتي طلقتي راه غابرة هاد الايام كنقلبوا عليها وملقيناهاش واش عندك شي خبار عليها قالوا مع عز الدين لا ما بقيتش في تمنش حاله دي علاش قلوا لي الشرطة واش تقدر تفيدنا بشي حاجة تقوليناشي حاجة هنا عز الدين قلليهم في الحقيقة عندي واحد الحاجة اصلا هاتشي اللي اللي عندي مكتبغي نقولولتشي واحد لكن دابا من اللي جابت هالفرصة غادي نقولوليكم قلليهم اودي هذيك المرة طلقتها حيش ممزياناش هذيك واحد المرة اللي فاسدة بزاف دلمرات كلقاها كدوم عشي واحد من هنا ومن هنا لكن كنت كنسترها وما بغيتش ان نفرتك هذك العش ديالنا لكن من اللي زادت فيها بزاف تم مكفش طلقتها ودابا بلما تمحنوا ريوزكم انا غادي تكون غير هربات مع اشي واحد انا اللي عارفها هنا الشرطة من اللي يسمعوا بحلاكة في الحقيقة تايقوا تايقوا هذ الكلم وقالوا ليها واخا شكرا جزاك الله بخير صعف يتقدر تمشي وبالفعل الشرطة مبقوش قلبوا عليها وعائلتها مبقوا تسمعوا عليها تشي خبار هنا غادي دوزوا الشهور وبعض السنوات عزتين هذك المرأة اللي تزوج بها الثانية غادي تولد ليه جوجة لابنات لكن واخاها كاكا ما كان كي تضيها في ابناته نهائيا على العكس كان عزيز عليه غير والده اللي عنده تقريبا 8 سنين كان كيبغي والده بزاف ومهلي فيه وما مخلي مدير عليه من اللي كيجيب تتقدياة ولي كيجيب شماك لزوينة وليش حاجة زوينة كيقول المرته شوف يعطي الولدي كل مزيان وطلع فيه مزيان وما كيجبتش بناته وقاعه من اللي كيبغي يخرج كيخرج معه غير والده بوحده فقط وبناته وما معبرهمش هالطيفل كان واحد الولده ما شاء الله علي كان كيقرام زيان وكيحفظ القرآن يعني واحد طيفل نعمة تربية وهالشي بالطبط كان ديما كيفتخر به الأب دياله عز الدين قدام الناس ديما كيقول لهم ولدي 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 دير ولدي دير وبناته وناسيهم ديما ما معبرهمش لأم طبيعة الحال هالشي واللي كيجرحها وخد طفل عزيز عليها وكتبغيه بحل ولدها وخمشي ولدها لكن هالطفرق اللي كيدير وهالشي اللي كيدير بدات كتكره الطفل شوي لدرجة واحد النهار في واحد المسابقة كانت منظمها المدرسة مشا عز الدين ودى مرته كانوا مشوا بجوجهم كيتفرجوا في الطفل وهنا عز الدين من اللي قلصه هو كيقول لمرته شو في ولدي شو في ولدي شنو دير ولدي تبارك الله واعر انتيكت ولدي لي غير لبنات شو كيفاش تبارك الله هز بي هنا المرض تحملاته بما فيه الكفاية ما بقى عندها فين تزيث واحد النهار عز الدين سيأتي واحد الصفر على غفلة واحد الصفر دي العمل سيأتي عند مرته سيقول لها راني سيأتي نصفر واحد الأسبوع لكن بغيتك تللي لها في ولدي ووكلهم جيدا لبسهم جيدا تللي فيه واللي بغاها جيبها له بقى كيقول لها وكيوصي على ولده بزاف وبناتو ماذكرهمش نهائيا ومجبدهمش هذا الشيء صافيخة للمره يتعموا لي هالعينين ما بقى تش قادرة تصبر ما زال هنا غدي تخلي راجلها حتى يمشى صافر وفي واحد الصباح غدي تهز واحد المخدة وغدي تمشي عن الطفل وغدي تحط عليه المخدة غدي تخنقه حتى غدي يموت هنا غدي تشتو غدي تلبسو حويجو اللي كيمشي بيهو من المدراسة وغدي تمشي طلي شعره بحالة اشي حاجة ما واقع بطبيعة حالهو دك الساعة كان ميت غدي تهزل جوتة ديالو وغدي تخرجوا بره وغدي تمشي تلوحو في واحد القادوس ذاك الساعة كان شتاق غدي توصل لوقيت هذه الخروج التلاميذ من المدراسة وغدي تمشي هي كتسنة في الطفل بحالة اشي حاجة ما واقع غدي خرجوا قاعد التلاميذ إلا هو مخرش بداشك تقول فينه هو والدي فينه هو والدي تخلاش عند الحراسة العامة بداشك تقول لي فينه هو والدي را ما خراش ما شفتوش الحراسة العامة من اللي جاو يقلبو يشوف وقالوا ليها ويلدك مجاج قاعد هذه الصباح قلت لي وملا را انا الى اللي يجبتو في يدي او انا اللي لبستو را أخذ، قالوا ليها راها والديك مجاج نهائيا مشاهوا عند المدير راودوا قلبو وشفوا مننا وتأكدوا باللي الطفل مجاج قاعد اللهم بدأت كتبكيو كتغوات وابدوا للشرطة قالوها لهم الشرطة يتجي وغادي بدأ يقلبوه على الطفل لما أردت مسكتات من البكة والغوات كتعرف تمثل لدرجة عزدين تقلب لأولده وهذه المرادة يرفعها مكوية وحزينة هي كانت عارفة فين كين عارفة باللي مخشيف هذك القادوس لكن كتسنا هم هو ما يلقاه ويجبدوه ممكنش تقولها لهم وخاء عارفة فين كين ممكنش تقولها لهم المهم بقاوك يقلبوا لمدة تلتيام لكن وهلوا بدون اي نتيجة هنا شي ناس كانوا ضيزين من حدا هذك القادوس حتى شموا واحد الريحة مشي ياديك واحد الريحة دي الجيفة من اللي جوي طلو لقاوه باللي لقاوه باللي كين طفل تمك غادي علموا الأمن ورجال السلطات وهنا غادي جيوا وغادي خرجوا هذك الجتة دير هذك الطفل وغادي كتاشفوه باللي هو اللي كان مضطر هذي ثلتي ايام غادي علموا الأب ديال وعز الدين ومن اللي ساق الخبار جاتوا بحل صاعقة أما بنسبة لمرت ولي دارت هذي الجريمة دارت راسها باللي تصدمات بزاف خرجت لصنقاء وبدأت كتب كي وقد ندف راسها وقد ذات واحد تمتيلية خطيرة لكن هنا السلطات من الدول جتة للطباب الشرعي غادي كتاشفو بلي هذي الجتة دي لها الطفل مات مخنوق اوه شكون خنقو شكون خنقو أولاح وتماك شكل عنده عداوة مع طفل صغير أو بالأحرى شكل عنده عداوة مع واليديها باش ينتاقم منهم هنا الشرطة غادي استدعوا المرهي اللولى وغادي استجوبوها وذك الساعة كانت الحالة ديالها خيبة ببغوش يكتروا عليها شافوا من حالها يعني سولوها غير بعض الأسئلة ما بغوش يكتروا عليها عينيها كانوا منفوخين بالدموع وكانت حالة حالة ببغوش يكتروا عليها وقال لا صافيت قدر يتمشي عايطوا الأب حتى هو سولوا وقالوا لي واش عندك شي حساب مع شي واحد ولا شي واحد مكي حملك شلو قال لهم الأب لا وديراني ما عندي مشكل مع تشي واحد أنا رو حد الراجل تعم بي خيط رون كيل ما عندي تشي مشكل مع شي واحد المهم قالوا لي شوف ما يبقى شفك الحال الله يرحمت الريحنا غادي نديروا مفجهدنا إن شاء الله باش نلقاوا هدا اللي قتلوه الله يصبرك الله يصبرك الله يصبر مهمتو الله يصبر مهمتو شوراشفنا الحالة دياله هنا عزتين قلليهم في الحقيقة هذيك مشي ماشي الأم ديالو هذيك غير الزوجة ديالي مربية كيفاش هنا البوليس دخلهم الشك كيفاش مشي الأم ديالو علش مالك إنك نستجوبوها ما قلت لينا هذي المعلومة هنا الشرطة حسوا باللي شي حاجة ماشي هي هذيك قالوا لي هم استدعو لنا هذيك المرة أو تاني جيل عدنا داب أبغينا هذي جيل عدنا نستجوبوها غادي جيل المرة للمرة الثانية وغادي بدو يستجوبو فيها لكن هذي المرة بوحد طريقة اللي قصح من اللولة قالوا ليها علش مقلتي شلينا بل انتي مشي الأم ديالو الحقيقية علش مقلتي شلينا هذي المعلومة قالوا لي هم لا نرى اني مربية وراها كنت عبروا بحال الولدي وراها كابر معايا يعني ما كيفاش نقول لكم هذي شي قالوا لي ها كيفاش بحال الولدك ودرت عليه هذي الحالة كاملة كنظنوا أنه مو الحقيقية ما كانت غدير عليه هذي شي اللي يدرتين تي كنت أدرك يا مونتي في الزنقاء وكيت بكي وكيتنا تبعي اناك وليس لديك رأسك بالليز تفيدينة كمينة قالوا لي هم لا رح بحال الولدي وعزيز عليها لا تقولوا هكذا قالوا لي ها شوف يا لالا بلا ما تحاول تدري معنا المراوغة رأى راجلك من اللي جاء رأى عود لينا كل شي وقال لنا كل شي قالوا لي هم اه ما قال ليكم شوف يا لالا راجلك رأى فتحك وقال لنا كل شي قال لي نابلينتي ما كتحمليش تدري نهائيا ما كتحمليه شباغ غير تهني منه وخاصكم تعرفوا الخوج باللي راجل هارا ما قيل شهد الحضرة نهائيا هاد الهضرة غير بتاكرها الشرطة باش يشوفوا ردة الفعل دياله المهم الشرطة بقى وضغطين عليها وقالوا لها شوفي راجلك راح فضحك بلا ما تنقري اصلا راح شهد ضدك مكين ما تخبي هنا المرة من اللي سمعت بحركة قلت ليهم مزيان شهد ضدك هو اللي قال لكم هاد شي وخا مزيان انا غدي نعود لكم الحقيقة انا اللي قتلت الطفل قلت ليهم انا اللي قتلتو وها علاش وها علاش عودت ليهم السبب علاش قتلاتو عودت ليهم على راجل ها كيفش كان كيف يفرق بين بناتو والدو ذاك شي كامل عودتو لهم لكن الاهم فاتش شي كامل هو قلت ليهم خاصكم تعرفوا باللي راجلي حتى هو مجريم قالوا لي هالشرطة كيف شلالة قدري توضحي لنا كتر قلت ليهم مرة هو اللي قتل مرته اللولة وأنا اللي شاهده قلت ليهم في هذه الليلة اللي كان دوا معها في تليفون سمعت المكالمة كاملة كنت حداه وسمعت المكالمة كاملة سمعتوك يقول ليها باللي غدام اللي تكون يجايل عندي ما تقولي هل تشي واحد والنهار اللي بعد من اللي اختافات المرة عرفتوا باللي هو اللي قتلها عرفتوا باللي هو اللي دارها اواش ترتها تصدموا في الحقيقة قالوا مزيان خدوا الأقوال دي للمرة واستدعاوا عزدين بش يحضر من اللي جاء عزدين قالوا ليها السيا عزدين مرت كلولة شناها غبرات ما بقيتش سمعت علا شي خبار قللي ماودتي رأي ما بقيتش فيها ما بقيتش سمعت علا شي خبار قلوا ليها ما عارفش البلاسة فين كنه يدابا قللي كيفش انا رما ما عارفهاش فيكين أولا فين مشات قلوا لي غير شوفو كان فين دفن شي هام من بعد مقتلتيها هنا عز الدين تصدم بشيء واحد يسترفقه وقال لهم ماذا تقوله قالوا ليها شوف لا ما تنكر لا ما تحاول تنكر رح مرة تكفت حياتك وقالت لنا كل شيء عودت لنا كل شيء دخلوها لي هنا الدابة تشهد فيها قدامه هنا ستدخل مرته قدامه وقدام الشرطة وستشهد فيها قدامهم كاملين ستقول ليها بالنهار اللي كنت يداوي معها في المكالمة سمعت كل شيء وانتلق تلتها هنا في الحقيقة عز الدين عرف راسه باللي ما بقى له شيء مهرب ما بقى لها فين يزيد يكتب سيعترف لهم ويقول لهم أنا اللي قتلتها سيسولوا الشرطة على السبب اللي خلاه يديرت شيء قال لهم غير حت طلقتها وما سمعتنيش من اللي قلت لها نسكنوا في داره وحده ودارت تلك شيء اللي فراس هذا شيء قتلتها المهم ما قال لهم الحقيقة لكن مع ذلك المحكامة سيتحكم عليه بالإعدام ومرتو سيتحكم عليها بالمؤبد حت تعاونت مع الشرطة وفي النهار اللي غادي تنفذ حكم الإعدام على عز الدين غادي قول ليهم بلاتي بلاتي أنا ميت ميت بغيت نقول لكم واحد الحاشة غادي قولوا لي شنو بغيت يتقول لينا قال ليهم اودي هاداك السيد اللي كنتو لقيتوه مقتول هاداك السيد اللي كيبيع ويشرف السيارات اللي لقيتوه مقتول ومشفور عليه المية وخمسين ألف دولار قالوا لي هيا همالو قال ليهم أنا اللي قتلتو أنا اللي قتلتو وأنا اللي شفرت ليه المية وخمسين ألف دولار أما هاداك السيد صالح اللي شديتوه وعدمتوه غير اضلمتوه هاداك باريء مسكين هنا الشرطة في الحقيقة تصدموا وحسبوا بالشمتة لكن ما عندهم ميديرو ما يقدروش يرجعوا بالزمن اللور غادي تنفذ حكم الإعدام على عز الدين وغادي تكون هادي هي النهاية ديالو والنهاية ديال الطغيان ديالو المرأة تشدات في الحبس وهو تعدم الإبن ديالو مات وهدوك بناتو بجوج تكفلوا بيهم عائلتو وهكا الأخوت غادي نكون وصلنا للنهاية ديال القصة ديالو كنتمنى الأخوت الحلقة تكون عجباتكم وإلى عجباتكم بارتاجيوه مع صحابكم وخليوا لايك كان معكم أمين القيطي تالله